تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله افتتحت النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للاتحاد الخليجي للتكرير والذي ينطلق تحت شعار نقاط تحول قطاع التكرير ومدى الاستفادة من التحول نعم وذلك بمشاركة أكثر من خمسة آلاف مشارك من كبار المسؤولين والمتخصصين لمناقشة مختلف المواضيع والتحديات الراهنة في مجال التكرير والبترو كيمويات وبهذه المناسبة اشار سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ إلى ما يحظى به قطاع النفط والغاز من اهتمام من جلالة الملك المعظم وحرص الحكومة برئاسة سمو للعهد رئيسي مجلس الوزراء على دعم مختلف الفعاليات والمتمرات في مملكة البحرين والتي تصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة كما شار سعادة الوزير إلى أن مملكة البحرين قامت بتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية في هذا القطاع الحيوي ومن أهم هذه المشاريع مشروع تحديث مصفات البحرين الذي يعتبر من أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الساعات الانتاجية التكريرية اليومية وقال الوزير إن مشروع مصفات البحرين سيحقق الانتقال المنشود لمرحلة جديدة من خلال الاستعانة بتقنيات التحول الرقمي الصناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي حيث من المتوقع الانتهاء منه خلال العام الجاري ولفت سعادة الوزير إلى أن هذا المؤتمر يعتبر فرصة جيدة لاستكشاف الفرص والحوافز الاستثمارية للمشاريع الحيوية الكبيرة في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات من أجل تعزيز القدرات والمهارات لتحسين الانتاجية المتطابقة مع المعايير الدولية وأكد سعادة الوزير أن صناعة التكرير في الشرق الأوسط تشهد نموا مستمرا في الاستثمار لما له من أهمية كبرى في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني برغم التحديات الراهنة ترجمة نانسي قنقر